من كمان محاضرات الارتبيتشر والمحاضر دي بتتكلم عن الفونكشنز طبعا احنا لو في الهاي لبيل لانجوش المفروض بساعات بنحتاج ان احنا نعرف فونكشن والفونكشن دي بتبقى فايداتها ان انت ممكن يبقى فيها عندك كم سطر في الكود بتحس ان انت عايز تناديه كزا مرة فما ينفعش ان انت من نفرض عشر سطور تناديهم في الحتة دي وتنزل تحت تناديهم وتنزل تحت في مكان تاني تناديهم فالكود بتاعك هيبقى كبير لأ انا ابدأ اعرف العشر سطور دور في فونكشن وبس انادي الفونكشن اقول ان انا عايز انفز العشر سطور دور يعني اقول بس كده اللي هو ايه كل زيس فونكشن فالكود بتاع بيكون صغير تمام دي بس فكرة الفونكشن ومساعدة الفونكشنز كتيرة بسعادة ممكن تحتاج ان انت عايز مثلا تبرنت حاجة فطبعا بتبعا عايز تقوله الفاريبل اللي هيجي لك بتعمله برينت فمش محتاج انت كل شو مثلا تعمل برينت طبعا برينت دي حاجة بسيطة بس مثلا ممكن عايز تعمل سممشن لاثنين فاريبل اه اه او طفر يعني بس ايس الفكرة ان الفونكشن بتسمبلفاي الكود بتخليه اه يوزاول يعني ان انا قدر استخدمه تاني وبيكون طبعا شكل الكود صغير طيب اه بما ان احنا بنتكلم عن الاسيمبلي فلازم اعرف طبعا لو انا جاي لهاي ليبل اه يعني كود هاي ليبل وفيه فونكشن ازاي اقدر ان انا حوله للاسيمبلي طيب احنا كنا طبعا ده مثال لو انا مثلا عندي الفونكشن الاساسية اه جات في مرة لنادت فونكشن تانية اسمها سم اه والسم ده كان التعريف بتاعها او الباضي بتاعها فده طبعا مثال لفونكشن ان انت بتيجي هنا تقول مثلا انا عايزة بعربت فاريبل اه انا عايزة سم اتنين حي اتنين فاريبل وحطولي الناتج في وغي فالسيمبلي ده بيحصل ازاي بان انا بعمل الاي بلاس بي او الحاجة اللي ده خلتلي الاثنين والثلاثة بجمع الاثنين والثلاثة لو بفرض مسلا كان ممكن يبقى عندي فونكشن بتاخد اي نمبر اف يعني ارقام كتيرة ممكن احط الارقام دي في قرية فالوب على الاليمنت واعمل لها سميشن فالسام طبعا ممكن يبقى لها اكتر من بس ده سيمبلي يعني ايه فونكشن تنادي فونكشن بيبقى عند فونكشن اساسية وبيبقى جواها كولينج الفونكشن بنسمي الفونكشن اللي بتنادي الكولر المين دي هي الكولر لكن اللي تنادد اسمها كولي يعني يعني عادي يعني لها اسمه كولي اللي بيتمم ونادتها يعني اللي بتتنادى دي الفونكشن اللي بتتنادى طيب معروف طبعاً أن الفونكشن لازم تاخد برامتر أو معظم يعني ممكن تاخد برامتر ممكن لا بس لو خادت حاجات في الأكواز دي بنسميها برامتر والحاجات دي مش شرطة تبقى هي الارجومنت اللي هنا أو البرامتر اللي هنا ممكن ده اتنين ثلاثة ممكن ده يبقى ايه بي فدي بس حاجات في الفونكشن طيب أنا دلوقتي عايزة عرض فعايزة أقول لها أن أنت ممكن تاخد برامتر كإنبوت وفي فوقت ممكن تعملي ريتيرن يعني ممكن ترجعيلي ريزلت فإزاي أو يعني فين ممكن أسيب الريتيرن في النفس وفين ممكن أسيب الارجومنت أو البرامتر اللي تدخل لي كفونكشن لو أنت عندك ارجومنت أو عندك برامتر الفونكشن بتاخدها عشان تتنادى تبدأ تسيب الارجومنت دي في الريجستر اللي هي A0, A1, A2, A3 يعني عندي عندي أربع أرجومنت مسموح لي أو الفونكشن مسموح لي أن أنا أستخدم فونكشن بتاخد أربع برامترز ماكسموم الفونكشن بقى اللي أنا بناديها ممكن ترجع على ريتيرن لفاليو ريتيرن لفاليو بتسيب فيه ياما في زيرو ياما في وان عندي اتنين ريتيرن مسموح لك ترتيرن حاكتين في زيرو وفي وان تمام طبعا يعني هنفهم بعد شوية إزاي ممكن أنادي فونكشن وإزاي أظهر إن أنا بعد ما خلصت يعني عدت على كوب بتاعتها أو لسطور بتاعتها أرجع تاني لمكان ما أنا اتناديت عشان أبدأ أخذ الريزلت من الفونكشن طبعا في الحالات دي سعب أستخدم الجامب ريجيستر أو جامب جامب اند لينك هنشوف دلوقتي إزاي تمام طيب يفرض مثلا إن أنا عندي فونكشن زي كده مين بتعرق بتنادي فونكشن اسمها different of sum وبتاخد 2-3-4-5 يعني بتاخد 4 برامترز اسمهم 2-3-4-5 فطبعا لازم أعرف إيه هي الفونكشن دي فقلت وبتاخد 4 برامترز بتعمل 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 وبعدين 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 بتعملهم وبالتالي كده أنا عملت يعني بتاع وفي الآخر فأنا عايزة تخيل كده الدينة تبقى عاملة ازاي أو إن أنا هبدأ أشتغل ازاي أولا أنا طلبة أنا في فونكشن اسمها مين خلنا نفترض إن المين دي لو هي الفونكشن الأساسية اللي الكود بيبدأ أشتغل عندها فإحنا هنسميها label label عادي خلاص في label اسمه مين فطبعا بشكل ما بتحتاج تخرج برة label ده لو هو فونكشن بس إحنا مش نعتبر المين دي فونكشن طيب واحدة واحدة بس كده دلوقتي عندي فونكشن اساسية ندت حاجات جواه خلاص الفونكشن دي عشان عرف إن هي اللي بيشتغل عليها بروح مسميها إيه label اسمه مين وطبعا ممكن يعني تبقى أي حاجة بس هنقول مين عايزة أعمل عايزة أعرف الvariable اللي هو اتنين تلاتة اتنين تلاتة اربعة خمسة عايزة أعرف يبقى إيه هبدأ أعرف تلاتة اربعة variables فيبقى عندي اربع سطور add i add i add i add i وأحط الاتنين والتلاتة والاربعة والخمسة دول في إيه في إيه في الارجومنت اللي هما إيه 012 0123 ليه لأننا عايزة في الآخر الحاجات دي أديها برامتر لفنكشن فبقول add i حط الصفر زائد الاتنين واجمعهم لي وحط لي الناتج في يبقى الاسور فيها اتنين وهكذا بالنسبة للبعض كده يبقى الاف بيساوي اتنين والاف دي متسايفة في الاسور طبعا من الاف هي البرامتر الأولان لفنكشن بعد كده A1 بيساوي ثلاثة أنا عرفت حاجة اسمها A1 وحط فيها ثلاثة والA1 دي بيتماب البرامتر التاني للفنكشن اللي هو الجي تمام طيب هنا عندي A1 وهكذا طبعا بنسبة لتحت دول كلهم البرامتر للفنكشن طيب بعد كده هعمل ايه هنا بيقول ناديلي الفنكشن دي ناديلي الفنكشن أنا عرفت أربع برامتر بس عايزة بقى أبدأ نادي الفنكشن تمام فعشان أقول إن أنا عايز في الاسملي لازم أقول jump and link jump and link اسم الفنكشن jump and link اسم الفنكشن يعني نروح للفنكشن دي كل الفنكشن اللي اسمها ديف وفيصم ناديلها فهيبدأ طبعا يروح على المكان ده يروح عند اللي والاسم ودي فيصم هيروح له طيب وهيبدأ ينفزه خلاص وبعدين بعد ما ينفزه هيبدأ إن هو يعمل jump register r jump register r يعني عشان أروح للفنكشن بعمل jump and link عشان أخرج من الفنكشن بعمل jump register r من r ده ده اسمه return address يعني return address يعني لو أنا مثلا بشكل ما كان program counter واقف على السطر ده نفزه وبعدين جي هنا وبعدين جي هنا تمام وبعدين جي عن الحتة دي أول ما يعرف إنه هو فيه هتنادى فيه برامتر اسمه return address بيبدأ إنه هو يتحط فيه قيمة وهي قيمة ال التي تنفس بعد ما رجع من الفنكشن اللي هو مثلا بعمل 8 بريتر ن address بتاع 8 تمام هيبقى فيه address بتاع next instruction أوكي cooling كده فالرجستر ده إنت مش مسموح لك إن إنت تحط فيه حاجة هو بيتحط فيه اوتوماتيك أول ما يعرف فيه إنه فيه جنب اند لينك بيروح هو اوتوماتيك بيساين في الرجستر ده الأدرس بتاع اللي بعد الجنب تمام طيب فعلشان نادي الفونكشن بعمل جنب اند لينك علشان أخرج من الفونكشن بعمل جنب ريجستر طيب ناديت الفونكشن الطبيعي إنه جال إيجي هين هيعمل إيه هيبدأ ينفذ استور دي استور دي بتقول إيه تقول إيه أنا هنا أصلا عايزة عايزة أجمع مع وعدين أجمع وبعدين هعمل طرح فهنا هعمل وبعدين وعدين فهنا هجي هعمل وعدين هعمل هعمل هين هعمل الف مع اللي هو مين اللي هو فهنا هجمع وحوط بتاع مثلا في أوكي وبعدين هجمع مع الآي اللي هم دول متسايفين في آآ آآ اتنين واتلاتة هجمع اتنين واتلاتة فهقول اجمع لي اتنين واتلاتة حط للنتج مثلا في بعدين هعمل سبل الناتج اللي من هنا والناتج اللي من هنا فهناتج بتاع ده كان اسمه آآ تي نود وده اسمه تي واحد فهقول تي نود ناقص تي واحد وحطوا الناتج بتاعها في اس زيرو اوكي فهناتج السبتراكشن يبقى اسمه اس زيرو الاس زيرو دي يمين دي الريزلت اوكي طيب بعد ما انا عملت سبتراكشن عايزة اقول ريتيرن ريتيرن الريزلت فدلوقتي يعني انا عرفت ان الحاجة الاخيرة اخر بروسسة انا عملتها هي اس زيرو فالمفروض الاس زيرو دي فيها ايه فيها الحاجة اللي انا عمل لها ريتيرن ازاي بقى اتقام ريتيرن في زي ما اتفقنا طبعا ان انا عندي الفونكشن اللي هي ايه اه زيرو ايه وان ايه 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 مش عارف ايه وان ايه طبعا ايه وان وفي الحاجة اللي بترجع من الفونكشن اللي هي وفي واحد طبعا ان هنا عندي في الفونكشن دي بريتيرن مرة واحدة بس او بريتيرن اه بريتيرن حاجة واحدة بس هيبقى معي هنا اما باجه اعمل ريتيرن ريزلت اه عايزة اسيب الحاجة الرزلت اللي طلعتلي في ريتيرن اه 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 ريتيرن او باقول اد في زيرو حطي الاس زيرو اجمعها اللي مع زيرو وحط النتج بتاعها مين في ايه في ال يبقى دلوقتي قلت بط ريتيرن باليو ان اس اه ان في زيرو يعني حطي الاس زيرو خليها بتساوي الفي نود اوكي شوف انت اخر حاجة طلعتلي النتجة الجامعة او الطرح الاس زيرو حطي بقى الاس زيرو دي فين جو ال نود يبقى انا كده عملت رجعت حاجة بعدين بقى هبدأ ارجع من ال ايه من ال يعني نروح لي على الحاجة اللي هو ال ال اللي هي شائلة مين ال بعد ال ايه اللي هو السطر ده انا كده اتخلي اربعة برامترز اه الناتج رجعت فيه دلوقتي ما سايف في الفي زيرو فانا عايز اقول له ان هاتلي القيمة اللي في الفي زيرو وجمع اللي عليها زيرو يعني هتالي بس وخلاص وحطها في اسمه اس زيرو اوكي يبقى انا دلوقتي بقول ايه ال بيساوي ديف انا 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 قبل ماعمل للسطر ده كنت قلت ديف اف اه في الاس زيرو فاقول اد اس زيرو في زيرو والا والزيرو تمام طب افرض بقى ان انا كنت خلاص خلاصت وقلت الواي ديف اف يعني افرض مثلا خلينا نقول ان السطر ده مش موجود ايه اللي هيحصل هتلاقي ان انت بتقول ديف اف كذا 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 يعني هتنادي الفونكشن هنا وهنا هتناديها اوتوماتيك يعني انت فيه بعد السطر ده فيه الليبل بعد السطر بتاع اللي عايزة اقرأ الارتن فيه الليبل بابدأ انافذ الليبل طب ايه بقى دلوقتي بقى كده الفونكشن اثنان مرتين يبقى انا عشان كده مضطرة اعمل السطر ده ان انا اقول له ان انت بعد ما تخلص الميل ما تروح ليش بقى على الفونكشن اقول لا اعمل لي jump done jump done يعني skip لكل السطور بتاع الفونكشن تمام ده باختصار يعني ايه يعني ايه او ازاي اتعامل مع الفونكشن اكي عشان اتعامل مع الفونكشن اه محتاجة اول حاجة اعرف البرامترز بتوعي عرفتها اكي في الارجومنت اللي هي ايه واحد واتنين واتلاتة لان انا طبعا عندي هنا اربعة اه بعد كده بابدأ انادي الفونكشن فعشان انادي الفونكشن باستخدم jump and link اكي بعدين اه عشان ارجع من مكان بعد ما الفونكشن بتنادي بقى كلها عايز اخرج من الفونكشن ببدأ ان انا اه اه استخدم jump register يعني ارجع للسطر البعد الايه الفونكشن فعشان اروحنا للفونكشن بعمل jump and link عشان اخرج من الفونكشن بعمل jump register جيت خلصت بقى كل حاجة خالص عايز اسكيب بقى ان انا ندي الفونكشن تاني بعمل jump done انا بعمل jump تلات مرات jump and link دي عشان اقول الفونكشن اوكي دي عشان اقول الفونكشن طيب jump register jump register دي عشان ايه اخرج برا الفونكشن يعني end end الايه end انا كده خلصت نديت لها وخلصت end او انا باعز ا يعني سيفت ال variable دلوقتي او return value اناديت الفونكشن خرجت منها عشان اسكيب ان انا ما نديش الفونكشن تاني بعمل جيت ضم فدلوقتي عملت التلات انواع بتاع jump jump and link والjump register والjump او الجيت ضم jump and link عشان ادي الفونكشن جيت register عشان اخرج من الفونكشن جيت ضم عشان اسكيب ان انا الفونكشن اناديها مرتين او او ده باختصار ازاي اتعامل مع الفونكشن او طبعا ما انساش ان انا دايما بعد ما خلص احط ال result جوه فين جوه ال v0 لو انا عندي return value بس طيب في بقى حاجة احنا مش واخدين بنى منها الوقتي انا هنا عندي في المين في S0 وجيت هنا اتعاملت بS0 فيعني انا جيت هنا قلت له ال S0 وانا افرد مثلا افرد انت كنت حادت في ال S0 هنا قيمة ماشي ال S0 قلت ال S0 بواحد او بعشر تمام جيت نديت الفونكشن خلاص فالفونكشن عملت ايه خلت ال S0 بنتج الطرح اللي هو ال S0 مثلا S0 بقت بعشرين جيت نديل الفونكشن وخلصت لو جيت هنا قلت له اي حاجة اللي علاقة بال S0 فهو هيتعامل مع اخر حاجة حصل لها اخر حاجة حصلت في ال S0 فطبعا المشكلة دي بتحصل نتيجة ان انت فيه تستطدمها في المين ترجع تاني تستطدمها جوه الفونكشن وطبعا احنا بكل يعني يعني كل تلقائية المفروض ان احنا لو انا عايز ادور على حال فخلي فيه S0 S1 2 3 4 5 لغاية 7 وهنا مثلا T0 T1 كذ المفروض بس انت حتى لو عملت كده هتلاقي ان ان انت في العادي الـ بيتعك بيكون كبير ف7 S و7 T و4 argument برضو فانت هتضطر ان انت برضو كده كده هيبقى T0 T7 موجود هنا والS 0 7 موجود هنا واضطر تستخدمهم هنا تاني فاللي هيحصل بقى ايه ان انت عايز تقول له لا ده انا كان قصدي على الـ ايه كان قصدي على S0 اللي هي 10 مش S0 اللي هي 20 يعني دول الوقت تجي في مرة عدل S0 ب20 فجوه الاسكوب بتاع الفانكشن عدلها بقى زي ما هو حر براحته عدين جيت انا خرجت من الفانكشن مفروض لما اجي اقول S0 باي حاجة او ان انا اقول اجمعني عليها او اعمل مش حارف ايه فانا بتعامل مع القيمة اللي كنت متعرفة عندي في المين صح ده حاجة انا عايز اعمل بس هو الطبيعي انه بيوفر رايد القيمة يعني احنا نحلاس دايب انه هنستخدم حاجة اسمها استيك استيك يعني هبدأ اسيب الحاجات اللي انا هستخدمها في الفانكشن ابدأ ابدأ اعرف الحاجات هبدأ اقول انت تستطيع في الفانكشن هنا ايه T0 T1 S0 الحاجات دي انا عايز استخدمها او عايز اعدل فيها فانا اروح حطها زي مسايفها في استيك تحسبا ان ممكن يكون حد استخدمها هنا فانا هسيف فيها الحاجات اللي هي اصلا فيها كتف المين وبعد اما خلص الفانكشن ابدأ اقول لها ايه خلاص فضيلي بقى والحاجات دي انا مش محتاجها تاني او ان انا خرجت برا سكوب الفانكشن اوكي طيب يعني هي بتستخدم ثلاثة تي واحد و S0 هنا ايه جوه الفانكشن جوه بتاع الفانكشن فالحاجات دي ممكن اكون تم استخدمها فوق فانا عايز اقول ايه انا بس لو سمحت جزيلة في الستاك القيم القديمة اللي T0 T1 والS0 وانا بقى هواد علعب ومش عارف ايه وبعدين اما اجه خلص هبدأ اقول له لا consider بقى القيم اللي موجودة عندك في الستاك اللي هي من الحاجات اللي موجودة في المين تمام فانا باخد كوب من الحاجات اللي موجودة في المين وحطها في الستاك وبعدين انا الoverride بتاع الفونكشن ومشكلة ان انا يكون عندي small number of registers يعني في الميبس طيب مبدأيا الستاك ده بيتعامل كأنه كان انت مثلا بترسط كتب فوق بعض لو انت جبت الكتاب ده حطته فوق ده فوق ده اول كتاب هتشيله مين هو الكتاب الاخر واحد من تحطيته تمام هو اسمه last in first out يعني اخر هتحطيتها هي اللي انت تطلحها اول حاج بتحطيها بالترتيب كده يعني فالمفروض ان انا ابدأ احجز مكان في الميوري واقول انا عايزة محتاجة كام argument لو فردنا مثلا انا كنت محتاجة تلاتة argument فابدأ اقول ان انا محتاجة تلاتة سلز في وعشان اصيب ثلاثة حاجات دول تمام بعد كده ابدأ الاخير اخر حاجة انا حطيتها هي اللي تطلحها اول حاجة طيب خليني مثلا افترض ان انا في الاساس وانا شغالها في البود كان وقف هنا تمام بعد كده انا هجا اقول له ايه بص انت سيفلي ثلاثة فارابلس بس خلي يقف هنا تمام يعني يقف تحت كده فانا طبعا لما كنت ان انا اقول له ينزل تحت هو يكون هنا وانا اقول له ينزل تحت فانا هقول له ايه ويروح يشاور على الحاجة بالماينس فان انا هطرح من الادرس الحالي طبعا ان انا كنت عند الزيرو بجمع اربعة بجمع اربعة تنينية دي تمانية بجمع اعطالي دي اتناشر افرد انا بقى عند الاتناشر وعايز اوصل للصفر فهقول له سالب الاتناشر الاتناشر عشان توصل للصفر فهقول له ايه سالب الاتناشر فانا هطرح هطرح هخليه بايه اه خليه بالماينس بحيس ان انا اقول له ايه اه انا 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 اعطيت اول حاجة لتي زيرو بعدين هارجع هطلع هنا اخلي الستاك بونتر يشاور على تي زيرو بعدين الستاك بونتر شاور على لما خلص خالص لما خلص خالص هبدأ اقول له ايه في المين اه والله انا كنت عايز الاس زيرو انا كنت عايز مش عارف ايه هيبدأ اطلال الحاجات دي وبعدين الاس بيها تقف عن الاولينية اللي كانت بتبع عليها الدور في التنفيذ في المين اصلا يعني طيب فعلشان اعرف يعني مكان في الستاك بحيس ان هو يسايف ثلاثة بقول له الاس بي والاس بي وسالب اتناشر يعني اجمع لي على الاس بي سالب اتناشر وحط الناتج في الاس بي يعني عدل لكمة الاس بي بالنية تبقى ايه سالب اتناشر ان انا خليها تبقى سالب اتناشر بنسبة الكرانت ايه اا اندكس ليه بقى سالب اتناشر انا بقول لك ثلاثة وكل بتسايف اربعة بيت يبقى ثلاثة فاربعة بكام باثناشر تمام فانا عشان تسايف اتنين المنت يبقى اتنين فاربعة بثمانية فهتعمل هنا سالب تمانية وهنا يبقى تمانية ده لما انا يعني ما وصل للاخر يعني فاقول هنا سالب دي انا احط فاستاشر لو عايز سايف اربعة وكزا طيب قلت ان الستاك بونتر خليه بدلا ما هو واقف هنا يري يوقف ده معنى السطر الاولان بعدين هابدأ اعمل ايه هابدأ اقول له على فكرة ان هستخدم T0 T1 وS0 عندي في كود فلو سمحت لو انت كنت اتخدمتهم في المين احجز القيم بتاعتهم عندك هنا اخد نسخة منها وحطها عندك في الاستاك فاقول له سيف لي الS0 عند الSB و8 و سيف لي T0 عند الSB و4 و سيف لي T1 عند الSB و0 طبعا الSB لما يكون هنا وعايز زود هيبقى 4 اما زود هيبقى 8 اما زود هيبقى 0 يعني انا بقول له ان انت دلوقت عند كذا فده بالنسبة اللي بعده 8 بالنسبة اللي بعده 4 بالنسبة اللي بعده 0 فانت مفروض اننا ببدأ بالعكس بقول 8 4 2 لاننا عايز سيف 3 3 elements تمام فهنا بقولك save الS0 في الStack save T0 في الStack save T1 في الStack بعد ما بخلص ده ببدأ اعمل سطور بتاع الفونكشن عادي خلصتنا الفونكشن بقى المفروض قبل ما اعمل jump register R يعني قبل مرجع المين خالص قبل مرجع المين ببدأ ان انا اقول له ايه طيب بص ارد الوقت كنت سيفت نسخ للS0 والT0 والT1 النسخ اللي فيها وانا كنت حطها في الStack هتهالي بقى لان دي تقريبا النسخ اللي تم استخدامها في المين اللي هو مثلا العشرة اللي ما كنت تتكلم عليه الS0 كانت فوق بعشرة ونزلت جوة بفوق شخصتها بعشرين فانا عايز ااخد القيمة بتاعت العشرة انا عايز ااخد القيمة اللي كانت موجودة فين في ال في الستاك فانا هنا بقول له load من الستاك الT1 والT0 والS0 طبعا هنا كنت قلت S0 T0 T1 لو عكستها تبقى T1 T0 S0 لانا طبعا بقرب بالعكس لانه وطبعا هنا تمانية اربعة اتنين هيبقى سفر اربعة تمانية يعني تمانية اربعة سفر هيبقى سفر اربعة تمانية اوكي وبعد كده بقول لازم يرجع لمكان ما هو كان موجود فانا بقول له اي اس بي اس بي اتنين انا كده كان عندي في رقم اسمه عشرة فضلت تلعب فيه بعدين قلت له ايه هات لي بقى رقيمة بتاعة العشرة دي عشان انا عايزها هي دي اللي هابدأ اشتغل عليها جوه في المين قبل ما اريك اعمل يعني كده ناوي اخرج برا بتاع الفانكشن بعدين اخلي بتاع العادة خالص على بتاع اللي شغلت الوقت اللي المفروض تبدأ تشتغل بقى طيب اه بعمل جنب ريجستر ري جنب ريجستر ري يعني اخرج لمن الفوش تمام فعشان اه فيبقى ثلاثة اه في اربعة باثنشر اه عشان ادي بقول له اه طبعا هنا بستلب وينه من الموجب هنا بستلب لان انا عايزة يعني هو واقف هنا فانا خليه نزل تحت كده تمام اه طيب اه بس ده كل ده كل المفروض يحصل لو انت عايز تتعامل مع الفانكشن يبقى بعد كده الكود بتاع الفانكشن اللي هو بالمنظر ده ده يعتبر مش مش منطقي ما ينفعش يبقى عندك فانكشن وقول له جنب جنب يروح جاي هنا وبعدين بعد ما خلص جنب ريجستر وبعدين يعمل ده كده غلط لان في ممكن تبقى موجودة في المين وانت تيجي في الفانكشن تستخدمه فانا عايز استور الكيمة دي في مكان احطها في مكان مؤقت يعني فده فكرة هتيجي تقول انت عايز كم سايبه كم سايبه هتستخدمه في الفانكشن الزيرو والوان والإس زيرو خلاص تقول 3 3 4 حط هنا الـ 12 3 4 و 12 واسيفهم وبعدين ما خلص اعملهم وكي وبعدين يعني اخلي على المكان اللي كان موقفي في الأول ده ببساطة ازاي اتعامل مع الفانكشن اشتركوا في القناة